مرحبا بكم إلى بروباغاندا أولى فقرات برنامجنا حيث نفند الفبركات التي نعتقد أن وراءها دوافع سياسية أولى قصصنا من لبنان الجميل حيث تروج صفحات وحسابات تابعة لأصحاب النوايا الحسنة على منصتين تويتر وفيسبوك صورا مفزعة من مستشفى بشامونة التخصصي فنرى مثلا هذه اللقطة لمرأة ملقاة على الأرض مع تعليق يقول الكورونا لا يرحم كون بخير الصورة من مستشفى بشامون صفحة تياسة لأمان الطرقات على منصة فيسبوك نشرت صورا إضافية من المستشفى وكتبت أصبح لبنان في كارثة حقيقية خليك بالبيت مستشفى بشامون نفى صحة الصور في بيان رسمي ونقلت نفيه مجموعة كبيرة من وسائل الإعلام اللبنانية ورغم ذلك ما زالت الإشاعة منتشرة على منصات التواصل الاجتماعي منصة هنا لبنان الإعلامية بحثت عن المصدر الأصلي للصور فوجدت أنها تعود لفيديو صورا في الخامس والعشرين من شهر مارس أذار من العام الماضي في إحدى مستشفيات العاصمة الإسبانية مدريدة كنا نود التعليق على القصة لكننا وجدنا تغريدة لناشط لبناني يقول فيها شو استفاد اللي نشر هالصورة مع خبر إنها من مستشفى بشامون في لبنان غير إنه خوف رعب العالم أكتر ما هن مرعوبين ونستمر مع الصور المفبركة من المستشفيات اللبنانية وهذه اللقطة التي نرى فيها طواقم طبية وقد أجهدها الإعياء وللأسف يتدولها الناس عبر تطبيق واتساب مع تعليق يقول ارحموا الطاقم الطبي هذه الصورة أخذت اليوم من مستشفى رفيق الحريري الحكومي طبعا نحن ندعو بالتأكيد إلى رحمة طواقم الطبية في لبنان وفي كل أنحاء العالم لكن لا معنى يا جماعة لسرقة صورة من تغريدة عن مستشفى في ماليزيا ونسبتها بعد ذلك إلى رفيق الحريري أو مستشفى الحريري التغريدة الأصلية تقول الإجهاد واضح على طواقم الفرق الطبية يا الله يا إله وسيدي أعنهم بحولك وقوتك ويسر لهم أمورهم وارفع البلاء عن هذا البلد الطيب والمقصود هنا ماليزيا أمين ونحن أيضا نقول أمين